التفسير بالمأثور سورة التكوير الآية السابعة وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ فما المراد بقوله تعالى وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ يوم القيامة يوم مهيب تدور فيه أحداث جسام وأمور عظام وقد كشفت سورة التكوير عن كثير من تلك الأحداث منها تزويج النفوس وإذا النفوس زوجت وقد جاء في التفسير المأثور عن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سئل عن قوله تعالى وإذا النفوس زوجت فقال يُقرن بين الرجل الصالح مع الصالح في الجنة ويُقرن بين الرجل السوء في النار فذلك تزويج الأنفس ثم استشهد لذلك بقوله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم رواه ابن مردوي في تفسيره ومعنى الآية أنه في يوم القيامة سيُقرن كل صاحب عمل مع نظيره فيجمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار وهذا كقوله تعالى وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَى وقوله تعالى وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَى وقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب رواه البخاري التفسير بالمأثور التفسير بالمأثور